موسيقى أنا اسمي محمود أبو العنين السرق الكون بالنسبة لي أنا ده العشق ده الحياة ده اللوف ده اللايف ده كل حاجة ده العيلة ده الكيان ده اللي أهلين فحتوا الأرض دي ده الورث بتاعنا أول مرة دخلت السرق أو أول مرة اشتغلت في السرق كان عندي خمس سنين أنا بغد لوقتي إحساسي وأنا ورا السطارة رعب ورا السطارة أنا بسيب دنياتي كلها اللي أنا فيها برا وبفكر في اللي أنا داخله دي دنيا تانية الحلبة دي اللي خارج منها مولود فعايز أخرج بسلام أنا وبنتي بصي هقولك على حاجة بسيطة أنا لو خفت على بنتي عورتها أو لقدر اللحظة على حاجة تانية لأن أنا بشوفها شيء أساسي أنا بشوف الهدف اللي أنا بضرب عليه بس أنا عمري ما خفت من أني بابا يمسك خنجر وينشينه علي خالص عشان كده لما تدخلي لو فرجتي عينا جوا هتلاقي دايما أني عينينا احنا اللي اتنين مع بعض أصعب لحظة بحس بيه وأنا بلعب لما كون بهزر أنا وشاماء بنتي بص لما بهزر ما بقصد لأنه أجيب السكينة في شعرها السكينة في هدومها هو دا أصعب لحظة يعني إن إحنا بنهزر والمفروض إحنا ماينفعش نهزر والجمهور قاعد بيمسك خنجر وبيرمي على حتة من قلبه لما كانتش قلبه كلها أنا قدامه بقى هتحس دا تناقض لأهوش تناقض خالص بابا إنسان زي أي إنسان في الدنيا أنا شرطها على عرسة اللي هي بتبقى مع بابا في شغله حيث أننا لما تجاوز دي أسيب بابا صعب أنا بنتي هي الحياة بالنسبة لي هي بس هي صحبي وهي زميلي وهي كل حاجة عندي هي اللي بتغير علي أكتر من مموتها كمان روح هي روحي تسقيف الجمهور بالنسبة لي هو النفس بتاعي اللي أنا بتنفسه يديني الحياة حياتي ما خفت غير وراه السطارة بعد السطارة بتفتح ما بخافش أبدا العلاقة اللي بيني وبين أدواتي بيني وبينها أسرار كتير قوي الخنجر بتاعي ده بقى بصي أقولك على حاجة بسيطة لو ما اسمعش كلامي هضربه آخر حاجة بقولها قبل ما بخش قبل ما استردت فتح الكرآن أنا وبنتي ونطق الشهادة وبعدين متخش يعني أنا لو مكنتش محمودة بولعين بتاع السرك أنا كنت هبقى محمودة بولعين بتاع السرك بقى اشتركوا في القناة